لطالما كان الهجوم الأوكراني المضاد محل متابعة غربية أملاً في إحداث خرق في جدار التحصنات الروسية وخلق معادلة جديدة ونتيجة لهذه المتابعة خرجت تقارير أوروبية وأمريكية تفيد بأن الهجوم لم يحقق الأمال المعقودة على كاهله ويسير ببطء ولتبديد مخاوف الغرب يؤكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكس ريزنيكوف في حوار لصحيفة فينانشل تايمز أن تحرير مجموعة من القرى خلال الأسبوع الأخيرة ليس الحدث الرئيسي في الهجوم الذي خططت له كييف مستنداً في تصريحاته إلى أن الاحتياطات الرئيسية للقوات الأوكرانية بما في ذلك معظم الفرق التي تم تدريبها مؤخراً في الغرب وهي مجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من حلف النيتو لم يتم استخدامها بعد في الهجوم ورفض وزير الدفاع الأوكراني الإفصاح عن مقال إنه مكاسب أخرى حققتها كييف خلال هجومها وذلك لعدم ركبته في الكشف عن تمركزات القوات الأوكرانية وفقاً لقوله وفي سياق الحديث عن الهجوم المضاد ذكرت تقارير صحفية أخرى أن هناك احتمالية أن يستغرق الهجوم المضاد شهوراً بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يتسم بالبطء وتأتي محدودية نتائج الهجوم المضاد في وقت ستقيم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها هذا الهجوم خلال الأسبوع المقبلة وفق وسائل إعلام أمريكية وهو ما تخشى كييف من أن يؤثر على إمدادات الأسلحة الغربية إليها اشتركوا في القناة